موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نوصل الاستماع إلى شهادة سفير جوني عبدو مدير المخابرات العسكرية اللبنانية الأسبق وسفير لبنان في كل من سويسرا وفرنسا سعد سفير مرحبا بكم أهلا بكم متى علمتم بالحادث بتفصيله وأن توني فرنجية تم قتله مع زوجته وابنته ولما تم اختطافه كما كان يرتب بياري الجميل عرفنا من وقت اللي صار فيه يعني مواجهة قتلية مواجهة عسكرية ما بين القوة المهاجمة وبيت توني فرنجية توني فرنجية خرج يقاتل رغم أنه كان معه عدد قليل من الحرس وطبعاً ما كان حدا ما كان مسدق لا توني فرنجية الله يرحمه ولا نحن ولا سليمان فرنجية بالزيد أنه هناك ممكن قوة من حزب الكتائب مقلفي من اللي مقلفي منه أن تجرؤ على ما كان حدا متوقع أنه هايدي فيها عملية مفاوضات معينة ممكن تجري بعدين ما حدا كان بتصور لا مننا ولا من غيرنا ولا من بياري جميل بالزيد أنه هناك قوة كتائبية عسكرية ممكن أنه تتجاصر وتفوت على بيت توني فرنجية كيف صارت المسافة الطويلة هذه دون أن يوقفها أحد حتى وصلت إلى بيته نعم يعني حتى ألم يكن لدى توني فرنجية قوات مبلا فين المرضى كان فيه بس يعني ما كان متوقع هو يعني الواحد بدي يجيب المرضى أو تعمل حراسات أو تعمل مواجهة بدي يكون عنده معلومات أو عنده إحساس أنه هايذا كحزب الكتائب ممكن يتجاصر ويقوم بعملية من هالنوع مش توني فرنجية ما كان مصدق الموضوع ولا سليمان ولا نحنا حتى قتل 30 شخص علوة على توني فرنجية وزوجته وقع الأمر إيه كان على سليمان فرنجية الرئيس حزن شديد هذه ضربة في القلب نعم وأنا يعني كنت أشعر تماما تماما أنه الرجل يعني شبهه أجته الضربة القاضية على راسه وبالتالي تصرفه صار ما إلو علاقة بتصرف السياسي اللبناني إلو علاقة بأنه أنا ما رح خلي حدا طيب بيناتهم يعني في السقر عادة عادة قصة السقر موضع فخر عند فئة كبيرة من أنت شفت سليمان فرنجية بعد مقتل ابنه توني بتذكر إيه نعم بتذكر إني شفته مع الرئيس ساركيس يعني كنت أنا مع الرئيس ساركيس وقت اللي رحتوا تعزوا نعم كيف كان وضعوا في العزة؟ عم بيلك يعني حزن شديد السكوت هائل وسكوت رهيب مخيف يعني كان شعر شعر أنه هناك مصيبة كبيرة حلت فيه وبس ما شوي نحنا نحنا كمان كيف؟ نحنا كمان شعرنا به الشيء يعني سليمان ساركيس كان عنده توصية أساسية أنه هو واجب عليه الاعتزار من شخصين الأول هو سليمان فرنجية ليه؟ لأنه لم تستطع الدولة اللبنانية إحالة هذا الموضوع على تحقيقات رسمية حقيقية وبالتالي عدم القدرة على اكتشاف الجريمة وتفاصيلها عدلياً ورسمياً والتاني كانت لمشيل ساسين مين مشيل ساسين؟ مشيل ساسين نائب عن الأشرفية الذي هو نائب بوجه فؤاد بطرس وبالتالي في قبل الانتخابات اليسر كيس وعدوا لمشيل ساسين أنه لن يكون فؤاد بطرس وزيراً لمدة ست سنوات بعهدي يعني وعدوا أنه لا يعني بكون وزير بس مش على طول وهكي قبل ميشيل ساسين أن ينتخب اليسر كيس يعني من أحد الأصوات يلي انتخبوا اليسر كيس باعوا اليسر كيس ولم يستطع اليسر كيس ذلك لماذا اليسر كيس كان تحت سطوة فؤاد بطرس؟ ما أقول لك هو ما أقول لك الاثنين اللي كانت يعتذر منهم بالأول ده في نهاية فترة حكمه يعني؟ نعم بالأول الإسلامية الفرنجية وثاني أنه ميشيل ساسين طب خليني هنا في مجزرة إهدن لماذا عجزتم أنتم في جهاز الدولة كدولة لبنانية وعلى رأسها المخابرات اللي هي جهاز المعلومات في أن تحصلوا على المعلومات الموثقة عن مجزرة إهدن ويأتي صحفي فرنسي أو صحفيون فرنسيون بعد عشرات السنين ويجروا التحقيقات مع الأحياء ويأتوا بالنتائج التي أنت ترفضها الآن آآ طبعا ترفضها لأنه هذا بيسموه إشي رومانسي طب لماذا أنتم لم تأتوا بالحقائق إذا؟ نحن أتينا بالحقائق غلي عنها واللي عملك عليها هذه الحقائق لكن أنت قلت الآن الرئيس اعتذر أنه مقدرش يكون في تحقيق رسمي في المسألة لا ما أدرش أنه يتوصل عدليا ورسميا بالقضاء يعني القضاء ما أدر يتوصل عم بيعتذر عنه اليسر كيف أنه ما أدر يتوصل لدليل بالأصبع وبالهدي على الذين اقترفوا هذه الجريمة في قصة عجيبة ذكرها أمين لجميل في مذكراته التي أطلعني عليها حينما كنت أسجل معه شاهد على العصر ثلاثون نعشا كانت في اليوم التالي محمولة على الأكف في زغارته إضافة إلى نعوش طوني وزوجته وطفلته في مأتم خيمت عليه النقمة وروح الثأر والأحزان تعم الناس جميعا والخوف أيضا من الآتي ومن مفارقات الزمن أنه قبل عشرين عاما وفي مثل هذا الوقت من العام 1958 كان هناك ذات المشهد المفجع وفي ذات الكنيسة التي يصلى فيها على ضحايا مجزرة إهدن عشرون نعشا لعشرين من عائلة الدويه المناوئة لعائلات فرنجية قتلوا داخل كنيسة مزيارة القريبة من المجاورة لزغارته على أيدي أنصار سليمان فرنجية وفي حضوره بالذات وفي استعماله المسدس وإطلاق النار هو بالذات كمان دي لك حق تتعجب وأنا بتعجب في عقلية شمالية مارونية ما العلاقة بالمنطق العلاقة باستعمال القوة للوصول إلى سلطة ما أو إلى هيبة ما هذا يعني موجودي وحتى علاقة بيت فرنجية ببيت الأسد هو يعني جزء من هذا المفهوم يعني المفهوم ببيت الأسد لا يقل عن ذلك على الإطلاق هل يعني النظرة هنا هي أقلية تتعاون مع أقلية كانت؟ هي أقلية تدافع عن نفسها مش تتعاون مع أقلية هي أقلية تدافع عن نفسها يعني هي بالمطلق إذا الأقليات العلوية بدأت تتعاطب على الأقليات المسيحية معناته بالنتيجة تركين محل للأقليات اليهودية مش شيء ثاني وبالتالي هذا اللي بيخوف بتحالف الأقليات هل عائلة الدواهي شعرت أن الله انتقم لها بعد عشرين عاما من سليمان فرنجية لا مش هيك بيفكروا أهالي صغارتها مالكيف أهالي صغارتها بيفكروا أنه مش حدا تاني أو حدا من خارج ينتقب أو يقتل هني هني بي هن اللي لازم ياخدوا السقر آه طبعا هن لازم ياخدوا السقر مش سامير جعجع اللي جايز عايبة يقول لها السبب كان بيت الدواهي إلى جانب سليمان فرنجية بهذا الموضوع للآخر للأتل دي قصة ودي قصة آه طبعا أنت صح أتقلت أولادنا بس احنا اللي كان لازم نقتلك أو نقتل ابنك نعم مش يجي سامير جعجع والكتائب هم اللي يقوموا بالعملية نعم يعني احنا بنفهم برضو لأنك انت تفهم خبايا السياسة اللبنانية كما يقولون ومنك بنفهم الموضوع سامير جعجع في عدة روايات بينفي أنه قتى الفرنجية لكن هو قادة العملية بيقول أنه أصيب إصابة بالغة وأن الذي تولى القيادة بعده إدمون صهيون وإدمون صهيون من إدمون صهيون؟ إدمون صهيون قائد من المجموعة الملي معه وقام حنى شليطة بقاتل زوجة فرنجية وطفلتها جهان حنى مين؟ حنى شليطة من قادة الكتائب كل دول انت مدير مخابرات لا هادي أسماء غريبين علي في الاسم الأساسي فيهم يلي مش عام نتذكر طبعا سليمان فرنجية رصد مكافأة كبيرة لمن يأتي برأس ساميل جعجع قائد ابنه وحفيدي وزوجته لكن مات سليمان فرنجية ولم يسأر له أحد ولم يأتي أحد ولازال ساميل جعجع أحد الفاعلين على السحة اللبنانية الآن وقام سليمان فرنجية الحالي الحفيد بتبرئة مش بتبرئة يعني يعني يعفو عن كل اللي حصل وإلا ستستمر وإلا ستستمر السأر والسأر المضاد السأر والسأر المضاد يعني بدون شرك يترك لخالق البشر ليقوم به صحيح وهذه القصص التي ذكرناها كفيلة بالعبر بأن الله سبحانه وتعالى لا يترك أحد لو ترك الظالم لا افترف الناس صحيح أنت كيف كنت بتعيش هالأحداث دي بتشوف ده وده 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 أنا أعد أنا أعد يعني إذا بدك ترجع تدرس الموضوع تدرس الموضوع بعمق كله سوا وين كان موقع الدولة اللبنانية رسميا ولا شي غيبوبة غيبوبة كاملة يعني ما في يعني برجع بشرح لك أنه قبل ما نيجي نحن وقبل ما ينتقى بليستركيز كان الوضع مزري جدا يعني كان عمله الأساسي هو ليس السيطرة والهيبي على الكل هو أهم شيء أهم شيء أنه هالبلد أن لا يخضع إلى تقسيم ما مثل ما بدأ إسرائيل بالتالي وأن على الأقل أن يسلم غيره ملامح دولي على الأقل ومؤسسات لبي فيار صارت قائمة من الجرائم اللي ارتكبها سامير جعجع على رأسها اغتيار رشيد كرامي تصفية العشرات من أنصار إيه لحبيقة مسباحة الصفر ضد نمور الأحرار ميليشيا كاميل شمعون قتل داني شمعون وزوجته إنجريد وابنهم وطارق وجوليان الصفر 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 صح الصفر منطقة الصفر نعم في مسباحة شبيهة بمسباحة إهدن عملها سامير جعجع أنه قتل داني شمعون بعد كده ستة وتمانين مع إنجريد وطارق وجوليان بشير جميل لم تحكي في وقت بالصفر بشير جميل بشير جميل بس ما قتلش داني شمعون وقته لا لا طي عمل إبادة لهم لكن ما قتلش لكن اللي متهم بقتل داني شمعون بعدين سامير جعجع حسب ما ذكر لابفير مشانا يعني هذه الفترة كانت تشهد في نفس الوقت توطرات كبيرة بين الجيش السوري والميليشيات المسيحية رغم إن حافظ الأسد أعلن لكن أنت بينت قبل كده أن الأمور اختلفت أنت قررتوا في يوليو 78 أن يدخل الجيش اللبناني إلى الجنوب نعم إيه الهدف كان من دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب والجيش اللبناني كان ممزق يعني هذه قصة دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب قصة يعني لها أول ما لآخر بمعنى آخر وجود الجيش اللبناني بالجنوب هو عبارة عن رمزية كبيرة العلاقة ببسط السيادي سياة الدولة الرسمية على الأراضي وبالتالي عدم إعطاء أي ذريعة لإسرائيل أنه تهاجم لبنان أو تهاجم الفلسطينيين أو تهاجم أي منظمات لبنانية حتى تحت عنوان أنه أنه ما لهم علاقة بشارعية لبنان وما لهم علاقة بالمؤسسات الدولة اللبنانية كانت الرغبة بإرسال الجيش هو الحاجز الأساسي لمنع إسرائيل من التعدي على الأراضي اللبنانية وبالتالي بيكون لبنان حالته أقوى بكتير إذا صار في تعدي من قبل إسرائيل على الجنوب لبنان لبنان بيدعي سعته لدى مجلس الأمن أو لدى وين ما كان أنه فيه هجوم عليه هو شخصيا أن لا تستطيع إسرائيل أن تدعي أنه نحن معنا عملنا هجوم على لبنان عملنا هجوم على أخصام عم بيأوصوا علينا من جنوب لبنان لكن كان فيه ضباط محسوبين على الجيش اللبناني وجيش محسوب على الجيش اللبناني في الجنوب هو جيش سعد حداد نعم كان يحمي إسرائيل نعم الجيش اللبناني كان هيكون بين سعد حداد وبين المقاومة الفلسطينية مثلا لا كان فيه محاولة بوقت من القوات ما بعرف إذا بتذكرها بذهاب الجيش اللبناني لمرجعيون والاستلاء على موقع سعد حداد وبعد ذلك لم يكن وبعد ذلك مؤامرات عديدة لبنان بلد صغير وبعد ذلك الأمريكان بعتوا لنا تهديد خاص فؤاد بطرس كان بوقت وزير دفاع بعتوا لنا تهديد خاص على أنه ما تكملوا لأنه الإسرائيليين رح يمح القوة محي بالطيران فؤاد بطرس في مذكراته يقول أنك أوفتت في 9 أب أغسطس 78 إلى دمشق للاجتماع مع حكمة الشهابي للبحث في مسألة انتشار الجيش في الجنوب لكنك عدت بانطباع أن الموقف اللبناني أن الموقف السوري مرتبك نعم السوريين ما قدرتش توصل معاهم لنتيجة في الموضوع لا لا السوريين ما بدون يعني ما بدون الجيش اللبناني يروح لهونيك السوريين في تنسيق خاص بينهم وبين الإسرائيليين بدون ما حتى بدون اجتماعات يعني بمعنى آخر كانوا السوريين يعرفوا تماما وقت اللي فاتوا هني على البنان راح وصاب بجنوب إجا تهديد إسرائيلي إنه إذا ممنوع تتعدوا الخطوط النبطية بوقتها كان وبوقتها الرئيس ساركيس اتصل بحافظ الأسد وقال له إجا هالتهديد هذا فطبعا أنتوا يعني ما راح تخضعوا لهذا النوم للتهديد جواب حافظ الأسد القوة هي بإمرتك إذا بدك تسحبها سحبها يعني عم بيقول له سحاب القوة هل معنى هذا أن حافظ الأسد وقف بقواته في لبنان حيث تريد إسرائيل حيث تريد إسرائيل أن يقف نعم ولم يتعدى ذلك ولم يتعدى ذلك إلى أن قضى عليه الإسرائيليون في 82 حتى القضاء الإسرائيلي سنة 82 إذا واحد يبحثها مظبوط كان فيه تعليمات واضحة عند الإسرائيليين يلي نحن عرفناها بعدين أن القوات الخاصة واللي تابع على باة الأسد بصورة خاصة ولرفعة الأسد بصورة خاصة ما توجهوها ممنوع مواجهة القوات السورية في لبنان أنا هنا عايز أسألك عن العلاقة التي كانت بين رفعة الأسد وبين توني فرنجية طالما أننا دخلنا في المسألة هل رصدتك مدير للمخابرات علاقة خاصة بين الرجلين؟ هو بالواقع مش مع رفعة لا يعني أكتر شيء العلاقة كانت مع باسل باسل ابن حافظ ابن حافظ أسأل اللي قتل في حدث واللي كان حافظ بيعده يبقى رئيس نعم نعم ايه طبيعة العلاقة؟ كان فيها تدارة علاقة شخصية علاقة شخصية وعلاقة صداء شخصية ومش بس ممارسات سياسية بعن لا ممارسات لهو وممارسات كل شيء يعني كان أقول لنا بقى شوية من لهو كده لا لهو يعني فيه كان رحلات معينة مزينة بنساء أو بغير نساء تأوى فيه زينة في اللهو من غير نساء نعم فيه رحلات اللهو مزينة من غير نساء لا 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 بس يعني هذه كانت تعتبر تبترصدوا هذه الأشياء كانت تعتبر عنصر من عناصر الهيكل الوثيقة ما بين شخصين يعني طبعا إذا العلاقة بين شخصين وصلت لمرحلة مشتركة فيها نساء وحفلات نساء يبقى العلاقة بقت قريبة جدا صحيح سليمان فرنجي ابنه لطوني فرنجي الله يرحمه عنده ولد اسمه باسل سميه باسل من العلاقة الوثيقة اللي كانت تعتبرتهم العلاقة بين أبوه باسل ده سليمان الحفيد نعم اللي هو ابن طوني ابن طوني اللي هو موجود الآن على الساحة اللبنانية اللي هو مرشح لرئاسة الجمهورية مرشح لرئاسة الجمهورية نعم يعني الدائرة تدور بشكل كبير وكأن لبنان تدور بين 3-4 عائلات طبعا طبعا الفترة دي نفسها أغسطس 78 طب قبل ما سيب رفعة الأسد ايه كانت طبيعة دور رفعة الأسد في لبنان في ذلك الوقت كان عندنا قراءة ومعلومات غريبة عجيبة يعني كان عبد الحليم خدام أو حكمة الشابي ضد دور رفعة الأسد على الآخر ومسمح لهم أنه ينتقدوا حتى يشتموا أما إذا في أي لبناني راه لعند عبد الحليم خدام أو حكمة الشابي ليش ليشتم لينتقد رفعة الأسد كان يوقفوا ع حدوده ممنوع هذا واحد أما الثاني رفعة الأسد كان بنظرنا حالي إلى علاقة بحافظ الأسد الذي يقول اللي بيحب يعارض بسوريا في رفعة واللي بيحب يوالي في حافظ ده حافظ كان بيستخدمه طبعا طبعا في هذا الموضوع طبعا إلى أن حاول مرن المرات رفعة أنه هو يستخدم حافظ الأسد وقت اللي مرض حافظ الأسد وبالتالي اعتبر حاله أنه فيه يتولى الحكم كليا يعني حظه كان عاطل وعي حافظ الأسد من مرضه وشحطه برات سوريا طبعا هو يعيش مكرم في فرنسا الآن لم يعود مكرم المليارات اللي أخدها ونهابها ما فيش أي دولة أوروبية بتقوله أنت جايب ده منين لم يعود هلأ في حسابات سورية حسابات فرنسية هو بيقول بكل صراحة أنه هو دي الأموال كلها وعنده إثبتات أنه هذه الأموال كلها من الملك عبد الله لا يمكن الملك عبد الله يكون أعطاه كل هذه المليارات وهو كان عنده في لبنان كان يتاجر تجارات ممنوعة غير مشروعة والمفروض أنك تكون عارف بها وتقول لنا عن بعضها دلوقتي كان عندنا مهمات أكبر بكتير من أنه نشوف برفعة الأسد شو عم بيعمل إلا عن مهمات الأمنية رفعة الأسد بوقت ملقوية كفت يده عن الأعمال الأمنية في لبنان إزاي؟ من ورق أخوه أخوه واللي منعه؟ أخوه واللي منعه بناءً لطلب حكمة الشابي وعبد الحلم قدهم لكن كانت القوات التي تخص رفعة الأسد في لبنان كان لها مكان محدد النوات الخاصة نعم القوات الخاصة لها مكان محدد أي المهام اللي كنت تقوم بها؟ قامت بمهام سياسي كمان يلي من شأن أنه على أثر مثلاً مقتل طوني فرنجي صار فيه ردة فعل على المسيحيين بالباع يقال أنه بوقتها قام فيها أحد أركين رفعة الأسد هو اللي قام بها طبعا انتقاما لحليفهم طوني فرنجي طيب أنت الآن قلت لي معلومة مهمة ومن المهمة تأكدها هي أن الإسرائيليين حينما هجموا لبنان 82 كان عندهم أوامر صارمة بعدم التعرض لقوات رفعة الأسد نعم هذه معلوماتنا كانت نعم وهذه معلومات أعطيت هذه المعلومات لبشير جميل بالذات أنه نحن مرح في معارك حصلت بين السوريين والإسرائيليين في سنة 82 ولكن ببدايتها كانت مشرفة للسوريين كل الطيارات هنجي لها وبنهيتها بنهيتها طبعا لم تكن مشرفة على الإطلاق يعني كان فيه سيطرة إسرائيلية كاملة ويعني كان فيه أنه تعليمات آسية أنه لا تدقوا بالقوات الخاصة للجيش السوري وعلى كل حال هنه وقت اللي فاته سنة 82 التعليمات اللي معطات للجيش السوري هو تحاشي قدر الإمكان المواجهة مع الجيش السوري لكن طبعا حصلت المواجهات وهنجي لها بالتفصيل وقتها نفس الفترة هذه أغسطس 78 كان النقاش يدور حول قانون الدفاع مجلس الدفاع الأعلى التركيبة المخابرات سليم الحص كان له موقف مغير العلاقة بينك وبين سليم الحص كانت متوترة إلى حد كبير جدت حكومته وبعد ذلك ترك الحكومة في الحلقة القادمة نناقش تفصيلات الخلافات بين سليم الحص والرئيس ساركيس وبينك وبين سليم الحص أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نوصل الاستماع إلى شهادة السفير جوني عبدو مدير المخابرات اللبنانية العسكرية الأسبق وسفير لبنان في كل من سويسرا وفرنسا في الختام أن قل لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته